اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضيف الزيت زيت نضيف مقلة تشحر و نضيف الكفته نضيف منها ها تجد عملية وفيدة جيدة البصلة تشحر نضيف الكفتة وضيف التوابل التوابل الحمير قوي كامون وحبوب تحضل الكفتة وضيفهم وضيفهم بالنسبة لي كيعجبوا الحار يمكن لكم اضيفوا شوية العريسة و اضيفوا الزيتون مقطع الصراحة انا كان فضل هاد الحشوة هكذا بلا ما نضيف معها الزيتون اضيفوا الزيتون و اضيفوا الزيتون اضيفوا الزيتون و اضيفوا الزيتون شويةٍ و اضيفوا الزيتون اضيفوا النار و ارتفع حشوة We make sure you want a pannella حوالا نضيفوا الزيتون نضيفوا الزيتون وعندي الفروماج استعملت هاد النوع دي الفروماج انتم ما يمكن لكم استعملوا اي نوع بغيت وضل الفروماج فروماج حمار او المثلت او المربع كنسرح الورقة وغند هنا بشوية الزيت مع الزبدة غير شوية بالنسبة الورقة راني صيبتها في الدار ان شاء الله نحط لكم الطريقة دي الورقة في الفيديو غير المبتدئات مطبرة كلها كل شي كي يعرف يصيب الورقة كل شي كي يعرف ما شاء الله يا طيب نشاركه معكم وصفاتي صافي بعد ما درت الحوشوة درت الفروماج من الفوق وتنيت الورقة ديالي من الجواني بكما كاتشاهدو وكان شكل صيجار كما كاتشاهدو الورقة ما غاديش لسقها بالبيض ولا دقيق غادي تلتسق ببوحدها بلا منديل لها البيض ولا دقيق كنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل الحوشوة والورقة اللي عندي فهادل قاتنا راني شعلت على الفران حتى كي يسخن مزيان وغا ندخل طاوة ديالي الفران غا نطفي على الفوق ونخلي شاعل من التحت حتى كي يطيبوا لي من التحت وغا نشعل على الفوق غير يتحمروا من الفوق بنسبة للفران انا كان طيب في الفران ديال القاز بعد ما ستفت السيجار ديالي في الطاوة كان اخدك الزيت اللي ضفت معه شوية ديال الزبدة وكندهنهم من الفوق غير شوية سوف ندخلهم الفران ان شاء الله يطيبوا ونتلقى معاكم في تابق قديم اشتركوا في القناة 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 وإلى فيديو لاحق بحول الله